مش كله خمسة بيتلموا بيعملوا فرغة بس ده ده الحاصل كله خمسة بيتلموا كله خمسة بيعملوا مسلسل بيعملوا فيلم بيرفعوا في اليوتيوب بيلقوا مشاهدة ده ده عالية جدا بيقى جرائم مثلا واحدة قالوا كتلى راجلة عرست دعامي وضربة طلقة ماتت الدرامية منوك ده معاري عمري ماسمح ده بيسمه ولا عمري شفتها بتمثل ولا عمري مسلتها معه او مسلت مع زول غيري انا شفتها انا الدرامي ده البمثل ده البحطبره ممثب هو طلع خشبتها المسرحة العومي هو المثل في تلفزيون السودعان ما اي تلفزيون تحيزين قالوا انتو اصل منسل ده هيخلص بتين قالوا يا جربنا اللي الخلص بيت تبقى اربعة مشاهد حقتك بتقول ليه انا في المسلسل كله شغال ستة مشاهد قال ليه اي بتقول ليه مسلسل كم قال ليه تلاتين حلقة بتقول ليه انتو تعرض وتطول وتمشي البجراوية وتقع من الرملو والجول وانا ستة مشاهد مشاهد مع اولاد زي ده. بعدين ما وصلت مرحلة ضيفة الشرف ده. يعني ما قاعد مصال امير قاعد فلان وقاعد فلان. انا لسه يعني بس عندي. عندي لسه مستقبع قدامي اكتر. في رحزة من اللحظات يا استاذ كان في. يعني منسمع بيقول يا اخي. اه. والله الحكومة موجهة تدي المخرج فلان فلان ده. ينتج لانه هو ينتمي لها. والباقية دير ما في شن حاجة دي كان بتحصل. فيه. مدايا مالينغاز يعني. الولاء قبل العطاء. لكن الشرك كان بتدي جرام زمان. لكن ممكن تشتغل مع شركة خارجية وطيطة واردين. الشروك كان بتدي انتج لها ما سمحة. سمحة ما حكايا السودانية. والمسرحة. ويتا قاصد يعني بولاد الحكومة جابوه اشتغل زمنه مسلا. لا يعني انا بس مع كده ما قاصد شخص. تسمع شوني انت ما شفت في الشروك. انا لا ما انا باقصد يعني جنو. قس الدولة دي توجهت في حتة معينها. بتدي ناسة صح? انا ما قاصد شخص. يا فتحي الولد بقاصد. يعني زمان بنكون من لوكيشن ل لوكيشن بنشتغل مع دوم مع دوم مع دوم والدراما مدورة. اللي ولا ده هسا مسيطرين على الدراما ديل. وغسما بله بجنبة شارع اللي بنصور فيه ما كان بيجو مارين. زول مسر في زول السودان ده ده ممسي. مسر في المسرحة. طيب دوركم انت انت موجود في الرغابة. انت موجود في الرغابة. انا عمينا ما انت المال في النغابة لكن ما جعطنا فرصة. النغابة كوناها وعلناها قبل رمضان بيومين ولا ثلاثة. الحالي بجعت نهاية رمضان. انا عيني رأي داكي واوية. لي طينك ولي أرضك وليك والقمر الفق سوحك ضاوية. البلد المخ منك الدين والناس كلها مرساوية. لو شفوك بعيني أكيد. العالم كله حيوجب بك وانا شايفيك من أجمل زاوية. أجمل زاوية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انا عبدالله شرقاوي حييكم في بودوكاست أجمل زاوية. بودوكاست أجمل زاوية بتأكيد هو مساحة نناقش مع بعض ومثل الناس مع بعض. مع واحد من الضيوف الجميلين جدا جدا. حلقاتنا الماضية كانت جميلة والليلة حلقتنا أجمل برجل درامي ومنتج درامي أيضا. ممثل ممتاز جدا جدا. نحن بنستبدع به ونحن صغار جدا جدا بنشاهد حاجاته وإدعاته الجميلة وإدعاته تسمحه في عالم الدراما في السودان. مسلسلات وذكريات كثيرة جدا جدا مربوطة باسمه. رجل قام في العمل الدرامي والدراما التلفزيونية بالتحديد الأستاذ الجميل والصديق الكندي الأمين. الكندي مساء الخير عليك. مساء نوريا شرقاوي عليك وحبيبنا فتحي بربري يعني طولة طولة قديم يا سلام من أيام جميلة قضينا مع بعض. عنات هارموني في فيزيون السودان فتحي صديق وأخ قديم يعني أنا اتفاجأت بوجوده الليلة وقدت سعيد جدا. فتح رجل خبير بعدنا نحن خبير كبير. حكي. وكنت جدا جدا تهارموني بالتأكيد أن إحنا من هنا نحي الإعلامي الفز والرجل المميز أستاذنا. مؤتصم الجعيلي. اللي والتحية نحن لي وبرمضان وأيضا بالعيد ونقول له وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالي متعك بالصحة والعافية أستاذنا الخبير مؤتصم الجعيلي. كنت الدوحة كيف معك؟ هو الدوحة لو كنا جينا في ظرف غير كان بتكون يعني ما في أجمل منها. لكن نحن جينا الدوحة ونحن مجروحين ومكسورين. والسودان ربنا يعني ينصر الجيش ويعود أحسن مما كان يا رب. فجينا الدوحة مضطرين. عشان كده باننا كله في السودان فعشان كده ما حسينا بجماله وروعته. بس إن شاء الله ربنا يزيل قرب السودان ونرجع وطننا. ونجي تاني الدوحة بنفسيات مختلفة نقدر نغيمها. أس أنا ما قادر أغيم حاجة كده. لأنه البال مشتت. أيوه. أيوه. أكيد. أهلك وأسرتك وبلادك بعيدين عنك. فبتحز بإنه ما بتحز بمدعة أي شي جميل. ويزوت وجودهم معاك يعني. فإنت لو حسيت بإنه استمتحت بالحاجة دي. برضو بكون في جواك. حسيت حزبي إنه ياريت لو كان أولادي معي ياريت لو ناس بيتنا معي كده. فما بتحزبي المدعب عشان كده ما سعينا له المدعب أبدا. بقينا بس قاعدين ومنتظرين جيش انتصير ونرجع لي بلدنا. ونستمتع من جديد مع أولادنا مع أهنة مع كده. يعني تحديدا الفنان أو الدرامي ما عنده مدعى خارج بلده حقيقة. مهما عملت ومهما اشتغلت خارج السودان ما عندها غيمة ما عندها معنى. ممكن أعمل بر السودان واستمتع وأبدع وأمتع الآخرين. لكن برجع أعيش المدعى دي مع ناسي في السودان. أشوف العمل ده في السودان. أصور عندكم هنا أحضروا في السودان. فبحزبي المدعى أكبر وأكثر وأجمل يعني. أكيد. طيب يا كندي يعني أنا من زمان ما شوف الكندي. كده سأقلت لك كلمة كده يعني أنا قلت الولد ده والله قطع الزلط. شنو من انا صغار وحركات. يعني أنا عجوزة ولا شنو يا أخوانا غيم عليهم. أنا تعبعت لك. أنا تعبعت لك والله حيات كثيرة جدا جدا وأنا صغير. بس لأنه أنا بدأت سغير يعني أنا بدأت من عمد تزع سنين. أنا ده رجيك للنقطة دي بالتحديد يعني. الكندي بدأ في الدراما أو في العمل الدرامي أو في التمثيل. وهو من من الأطفال من برامج الأطفال في التلفزيون. تزع سنين تحديد. أيوة من برامج الأطفال في التلفزيون. دي ما شفتك في أنا. أنا شفتك بطل مسلسل عادي بطل فيلم. شنو ده. والله ما مستحد الاسمه لكن شفتك بطل فيلم أنا. هو عمرك كم؟ تعرف إنه ده فيلم بدأم سلسل معاته لأي الكبير. أكيد الشغف ده مع من الطفولة. زول يمشي جنة الأطفال والله يمشي برنامج الأطفال في التلفزيون. ومم. ويشتغل دراما وهو طفيل. أكيد دي خبرة كبيرة. هو ده صدفة عارف يا شرواني دي صدفة. شرقاوي. شرقاوي أكصد. والله يمشي توداني شرواني. ما إنت جنة تني عمل تني عجوز بكت ما كدت أشكر إلا في عمرين راحدة. شرواني ده صاحبك في السودان. آي شرواني برضو زول إعلامي بنحييه من هنا. قل له كل سنة طيب رمضان كريم عليك. إن شاء الله تكون في منطقة آمنة وهلك آمنين. إن شاء الله ينتصر الجيش ونعود كلنا ونلتقي تانية شرواني. فشرقاوي الحاجة دي صدفة حصلت في حياتي. يعني أنا من صغير مولود في الملازمين بيوت الشرطة جنب المسرح الغومي دي. دي بيوتنا أنا أبوي شرطي كان. فكنت بلعب كورة مع فريق اسمه فريق النصر الرياضي. نحن نشفها يعني بتاعنا الحلة دي الفريق فرغة الحلة. نجم إلى المدرسة نتغدى مع عالم الرياضة دي كتير المزيلة دي عالم الرياضة. أبوي يكون جميل للشغل خطينا الصينية تغدئنا. بعدها بنمشي نلعب الكورة في الميدان. أنا مع الفريق دي لكن أنا كيشة في الكورة. فقاموا وقفون يقولون. قال لي أنت حارس المرمى بتاع الفريق. الباكات القدامي دي شاتوا له الكورة عشان أنا شوت شديد قدام كده تصلوا من العبو. أنا بيطة الكورة دي طردوني. طردوني من الفريق. يعني دا عملت له حاجة نفسية من الكورة الحدي الآن أنا ما بحب الكورة نهائي ولا بحضرها ولا خشية استاد كورة إلا في غطر دي حضرتها كورة آسيا. حتى لما جد كاس العالم حضرتها في شاشة كده مع الشباب بره. أرماشي لأنه ما عندك ما عندك. أريد ما خشية استوديو استاد لأنه ما عندك له شيء. فبقيت أجي أقعد جنب الميدان بره مش تتذكر الأولاد بلعو في الكورة البنات بلعو بجاي حجل أو صجل. بقيت مع ذلك البعشوين كنت بايخ أنا بلعو البنات. بقيت لمشي جنة الأطفال. أحضر جنة الأطفال كل جماعة وسوق أولاد الحلة الأصغر مني يعني. أنا كان تزع سنين في سبعة أو دي. أنت من نزل أن يمليدر كده. أيو. نحضر وأجيبه لك راجعين يوم في واحد اسمه محمد شهوان الله يرحمه. ويعني ببركة هذا الشهر ربنا يرحمه ويغفر الله يسكنوا في سحة جناتي. دو استاذنا العلمنا. فقام بلقاني كل يوم بحضر البروفة كل جمعة. بعملوا بروفة قبل ما يخشوا الستوديو. يوم بعملوا في البروفة دي وخشية الستوديو والتسجيل خلاص جاء. وأنا أتذكر لابس ليه اشتراكية نسكم كان زمان اسمه اشتراكية كده بتلبسها تريفيرك وماشا. فقام قام قال ليه بتعرف انت زول انت كل يوم بتتحضر. بتعرف تمثل قلت لا باعرف. مش يا هدي مع الشوفة دي قال ليه قلت لا باعرف. دخلوني بدل واحد اسمه حاتم. خشيت معهم الحلقة دي وثبتت السبتة لها. بيجيت كل يوم اجي بعد داك اشتغلت لها معي شريف علي. جيت مع ناس يوسف عبدالي قادر عملنا فرغة اسمها الفرافير. يوسف عبدالي قادر تعرف حتة وحتيتة دا. اشتغلت معها مسرحيات حتة وحتيتة دي زاتة واشتغلت مسرحيات للاطفال. واتجان حاج موسى جا سمى لينا الفرغة كان اسمها اطفال الازاع والتلفزيون سمها الفرفور. الفرفور يعني الصغار الفراش. وبيجيت ياهو خلاص يعني قال لي صلاح طهر رحم الله. قال لي انت زي جا ساك كيس ودعلك في السلك بتاع حتها. لكن بعد ذاك درست طبعا درست غسر الشواب الاطفال عملت ديبلوم بتاع دراما. شاركت في ورش كتيرة جدا وحاجات زي دي بتاع الدراما. سافرت كتير جدا مع استاذنا علي مهدي في رغة البقعة المسرحية. وشاركنا في مهرجانات كتيرة. يعني اكتسبت الخبرات. يعني انا بجيت مدرسة عو الصديق جزء اساسي منها. لانه في الازاعة بيشتغل معه السابت كل المسسلات الازاعية. الشبلي الله يديه الصحة والعافية برضو. ياسين عبداليقاض الرحم الله ديل الناس كبار. وانا صغير جدا يتربيت مع الناس يكبار ديل طبعي بيقى بيشبه ديل. يعني انا الساعة ثلاثة الناس دي بيمرقوا يمشوا بيوتهم لو ما في تسجيل انا بمرق معهم. انا بقعد مع الشباب الفي عمري. لا تكسته لعبيت لحركة الشباب ديك اه. حتى بعد انه يوميا. لا بعد انه يوميا دي ما عهرسته وولدته وجبته هولا. فيعني حياة الشباب ما عشتها. لانه عشتها مع ناس كبار في العمر وبيجي الجزء منهم بمرق معهم واجي معهم كده. حاجة واحدة منهم. يا سلام. طيب العمل الدرامي ده جميل جدا جدا. طبعا. المجتمع الدرامي ذاته جميل ومجتمع نقطة كده بتيستمتع به. بتيستمتع لما تكون قاعد يتونس مع الدرامي. جد يعني انا يعني ميال دوما لما نكون ماشي المركز الثقافي ولا ما شاية منطقة من المناطق الممكن يكون. بيكون بتونس مع محمد السنة بيتونس مع مرود. ليه لانه في نقطة كده في حياته. السنة ده اشتغلت معه وانا طفل اصحاب اصحاب. كنو بنقعد فكر عينه هنا كده. ونعمل البروفة. يا سلام. وحيات الله السنة ده قديم. يعني تاساس قل لي انا بشوك منطفل طيبة السنة ده قبال مياه. والله ازاله انا اشتغلت مع اصحاب اصحاب معانا ناس محمد. ومجموعة من الولاد السوائر. انا استمرت هم شو. هم اشتغلوا فترة الاطفال وخلوا الموضوع. انت لو ما صرجت الكورة سكنت اكون حياته. ايه الحمد لله صرجتها يا زوجة. البرنامج اذا افضل. السكنت كنت اقول لها الكورة. ما صريتها بيطة. ما ما بيطة قال انت هيت والله. ما ما بيطة اسا ما كان في زوجة يعرفك. ايه والله كان لسه. كما هي تصطير من رب العالمين. يعني كل زوجة يسطروا له طريقي يمشي فيه. في بعض الناس. ان شاء الله يكون نجحت فطريقي. في بعض الناس يقول لك يا اخ والله ان احنا. انت ذكرت لانو انت ومدرسة. ذكرت المدارس اللي انت ما يتلاها في الدراما. في. فايزة عمسيب ومي. الله يدها الصحة والعافية. صحة والعافية. يعني اسا ناس بيتنا بقول لي امك لفايزة. يا سلام. اي زول عايز يقدم اي حاجة لفايزة. الفترة فاتت او برنامج يستطيعوها. بيتصلوا علينا. يا سلام. انا بمشي له. لما العلاقة الكويسة الموجودة في الدراما. ايو. نحس البيت يعني تجي تقول لي انا داربقى دكتور اوكي انا داربقى. انا دي حصر. طيضالي ممكن. لكن تقول لي انا داربقى ممثل. انا داربقى ممثل ايضا. يلا انا بعد قريد غصر الشباب والاطفال ما قرينا احنا في المدارس. هو كان يعني لازم يكون عمرك أقل من عشرين سنة عشان تخش الغصر. لانه اسمه غصر الشباب والاطفال. فانا خشيدي عمري خمس طاير سنة عشانة كده على الغصر. فلما امتحنت بعد ذاك الشهادة والسانوي وكده. انا قلت اقرأ دراما قلت المساعد دراما. رحم الله اسماعي الخرشيد. بي ماشي بجن بيتنا يومي بعد الساعة ثلاثة كده. ابوي قال لي. عايلي كده لما قلت اقرأ قلت المساعد دراما قل لي. كيف يعني عشان تبقى منه. كان الساعة الثلاثة دي جات. قال لي تعال 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 تعال. بس لقدت اسماعي الخرشيد مرة. قال لي تعال 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 ده. قل لي كيف دوست اسماعي الخرشيد. قال لي غاسبا بالله يمشي بكرعين وكده. وبيجي راجع بكرعين. ولمن هديك مشققات. العمر كله يعني هو ده ما بقى. انت حتبقى شو نحن. ما في حاجة اسمها زي دي. قرأت كلية جامعة النيلين. كلية التجارة. قسم العلوم السياسية. عندي السبك لاريوز علوم سياسية. لكن ما حصلش دغلت بيت. ولا حصل شفت الشهادة ذاته. خالص. ليه هسا ذاته ما طلعتها. هسا طالبوني بقى في غطر دي. وطلع انه ما في طريقة لها. اكيد الشغف ده من الطفولة. من يكون عندك خلاص انت. بعد ده بتتطبع به. بعد ده بتحاول تدرسه. بعد ده بتحاول. لكن ساعدني بعد ده. لما اللي قاني ظهرت كده. وبقيت معروف. بمشي معاي كتير جدا. ففي الشارع بيسلموا عليه. فيه تعاملات مع ناس مهمين كده. بتتعاملوا معي. انا كويس كنجم وكاستاذ وكده. فحب الفكرة دي فيني. فقام اول انتاج انتجته انا. فيلم اسمه البحث عن عبدالجبار. البحث عن عبدالجبار ده ابو يداني بروش. ده في كم كان سنة كم؟ الفين واثنين. اول انتاج لنا. الفين واثنين لكن تاني السنة ويبجي تنتج. ما وقفت. ناس انا عندي زي 28 فيلم تلفزيوني روائي. وانت ميالي الافلام اكثر ذاته. افلام لانه انتاجه اسهل. ولانه في الفيلم انا بقول البطل انا بحكي للمؤلف. دار اتكلم عن موضوعات فلان. يعني مثلا عندي فيلم اسمه. متى يعود ده صورت جوزه في الغاهرة وجوزه في السودان. جبت المؤلف قلت له يا اخنا عايز متى يعود ده فيلم. اتكتب عن حالة السودانيين الفي مصر. انه انت تمشي مصير في ناس بلاقوك من المطار والمناسبة. ايوه ايوه. يشفوك يشيلو قروش. شفش شديدة. شديدة جدا ويغشوك. يستهبلوك وكده. البنات ذاتهم بعملون نفس الحركة. فعملت فيلم متى يعود ده معايها لاغا. وعوشك سبير ومحمد صالحين. فا اذا عما سيب برضو صورت الجزل في السودان. واخلاص نور الدين وعمر الخدر. محمد صالحين. وستاذنا موسى الامير. فعملت فيلم جميل جدا. كتبوا ليهو مخصوص والشخصية مكتوبة عشاني. وعملت بادات كمية ريشة الطاوس عن تعامل الناس الكبار مع الناس الصغار. يعني مسلا الكتاب ما برضو بجيه للجديد الجائب ينافسهم. وكده حاسين بانه هم بس الكتاب الكبار ديل هم الاساس. اي زول جديد بكسروا يحاول يكسروا. الانتاج في السودان صعب لكن يا أستاذ. صعب شديد. يعني مكلف للغاية. بس انا كتاب انتج بالمحبة بالمناسبة يعني. بجيب اصحابي. يعني ناس بحكميني من صغير معهم نجوم كبار كتار شديد بيقوا اصحابي. فدي السعادتني في انتاجي لانه ما بطالبوني بقروش كتيرة. وما بطالبوني بقروش ذاته. يعني حتى في الانتاج انا ما بعمل الانتاج الفخمة الدخمة ده. يعني فايزة دي. ايام التصوير بيجيب لينهم رقيقة. وكسرة بتاعوسة في البيت. ولحم فيه عضام كده اخضر. يعني عندها عندها واحد جزار اسمه عضيم. عضيم ده بس بدي فايزة العضام. يوزف تعمو اليه. عضيم ديه العضام اللي بدينا. عضام اسمه عضيم. فبيقى عضيم ده يهكلنا ويهكل الكلاب بتاع فايزة. كوين والكدايس عندها كدايس وكلاب كتار. بيدون عضام وبيدينا نحن عضام. يا سلام. الشغلة من يكون بالمحبة جميل. هسا نحن زادنا ابو دكاس فتاعنا ده. أنا مفتحي شغالينه بالمحبة. ما في الظرف يعني؟ ما في الظرف يعني. ما في الظرف يعني. دين الطوان العراوية والتواج. مع الحريب دي. مع الحريب دي والله. طيب يا 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 أستاذا نحن. يعني لمن تستضيف لمن تتكلم عن درامي. أكيد حتى تتناقش معه. حموم الدراما في السودان. وما بعرف. ولا التوجهات الموجودة. وفترة طويلة جدا جدا السودان ذاته. يعني ما كان توجه توجه درامي. ما كان بيدفع للدراما. ما كان. يعني ما حاوز. أقول لك. ممكن تقابلكم مشاكل بالنسبة للمسائل دي. ولا في أفلام موقفة ولا كده. لكن. الشخص اللي من يبدع في جو. وكتف. أكيد لو وتيحت له الفرصة حيمر شغل. كتير شديد. سميح شديد. بس أنا ما عملت شغل برضو بالمحبة دي. هنا يسمى حريب وشليب. حريب وشليب. دي فكرة بس كان نعمل. سكتشاتنا من الشباقنا تزدهار أربعة حلغات. لرمضان أو قبل رمضان. أيوة. لأنه عندها في الشهر أربعة حلغات. فقمنا بدينا بأربعة حلغات. لقيت الموضوع سمحي يعني بيفتح. بتكلم عن الحريب. وقمنا دخلنا موضوع الشليب دي عشان نجزو بين الناس يعني. دايما السودانيين بيحبوا العلاقات الزي دي كده. وبحب المصطلحات المصطلحات. أيوة البسيطة. فقمنا عملنا حريب. الكاتب بيقى يكتب 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 يكتب. تمه خمستاشر حلقة. قلني يخدم مسلسة. نعمل مسلسة لرمضان بس مسلسة صغيرة يعني. حلقة عشرة دقائق تقريبا. ويكون عندنا وجود مع الناس. انت لقيت نيهم دا قلت لي ما عجبني. بطريقتك ما يعجبك. لكن ان احنا عملنا موضوعنا دا. حيكون عجب آخرين. نتمنى يكون عجبهم. لا انا. وما حنجيف. ما حتناقش معك النقطة. ما حتناقش معك النقطة. ما حتناقش معك النقطة. ما حتناقش معك اطلاقا في النقطة دي. لكن اكيد اي عمل دي رامي. يلقى يعجب شخصه. اساسا اختلاف الأشهادة. هو مهم جدا جدا. انا ممكن يقابلك واحد يقول لك. والله انا الكندي دا بكره. ممكن عارف. ما بدور تمثيله. في حين يكون في خمسين غيره. بحبه الكندي. بحبه الكندي. صح. دا رجيك لي مسألة مهمة. الكندي يعني احنا عندنا. نيومية كده في السودان. ما عارف. بقاقيع صابون. يعني ما اقدر يعني ممكن تشتغل وتجتهد انت نجم. والناس بيسلم عليك في الشارع. لكن المعنى دا. ما قاعد يستسمروا النجوم بطريقة صحيحة. ما قاعدين شون. ما عارف. في مسألة في ضبابية كده في مسألة النجومية دي. والله هي ما نجومية. في معروف وفي نجم. النجم دا بيعملك المحترم الجيد. اللي بيعرفوك. وناس الأسر وناس البيت. وناس الشارع. لكن المعروف دا. دا الزول اللي بيكون كثيرة طلّة. حتى ولو معروف بشي سيء يعني. دا ما معروف. لكن النجم دا هو المحبوب. كل أعماله موجودة وراسخة. موجودة في الأسهان. يحضروا كل الأجيال يعني. ومناسب لكل بيت يقش البيوت. نحنا السودان في فترة من الفترات كان. إن كنت ما حضرتها. لكن أنا حضرتها. كان ما في غنوات يعني غيره. أصلا ما في. ما في ديجيتال. ما في ديش. أديش جاقب للديجيتال. كبير دا. دا كان ما في. كان بس تلفزيون السودان الغنال وحيدة. بعد دا عمليم معاها غنوات تعليمية وشنو كده موجودة. يعني تفتح التلفزيون يهو السودان بس. لا في طبار. بعد دا جاعت هورموني وجاعت شونا. أيوة يلا في الفترة دي. بيقى نج بيقى نج. بحقيقة ونجمي راسخ في الأسهار. أكيد أيوة. لأنه الناس ما بيحضر. المسلسل الساعة تمانية ما في زول بيطلع من بيتهم. بيحضر المسلسل. مسلسل ممكن يكون سوري. ممكن يكون مصري. ممكن يكون خليجي. لا انا اتذكر يا خلح. ايوة. كان بتلمي الحلة كلها بتتلمي. الحلة بتلمي. انت لو عاستجكس وتحب. ساعة تمانية. لا لا لا. تلقى 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 التسالي برا والدردومة برا وشنو. تلقى الناس كيفية. تلقى الشارع فاضي. ايوة. الناس بيحضر في المسلسل. على سوار مقفلة. ممكن حالك في بيدوك تزول دوائل. ساعة تمانية. في الحلة عن احنا بيتنا فيوة التلفزيون. والناس بتجي تحضر معنا مسلسل. وحستنا اللوه العربي. ولا مهرج من البيت مشي المدرسة. الأستاذة جاي خاشة بيتنا. استاذة يخاش بيتنا ليلة لان مايحضرت المسلسل. بالليل. دار تحضر إعادة. الإعادة. قال ما الحصة التالتة كان. قال الأستاذة في ليلة عيانة. قلت له أستاذة ماي عيانة. كانت تحضر في أعدة المسلسل في بيتنا. كان دجت. لكن الحاجة دي برضو عندنا درامى سودانية ارتفت. هنا كان دراماتنا بتجي في فى رمضان بس كنا وستلسلاتنا زى الابري بقول لك الدرامة زى عبرى رمضان. الله شفت الامرohة مستلسل دكين. دكين والدهبائي والسكة الخطر المستلسلات خطرة جده اشكة الخطر ضبقوا كورناف دى قبلينة كان في الشاهد والضاحية انا كنا اطفال كنت في الاطفال لسا يعني. لما نشتغلوا الشاهدة والضحية. لكن كنت بحضروا طبعا. نحنا كنا زمان ما عندنا تلفزيونات كتيرة. عكيد ايه. ففي حلتنا تحديدا الاشلاك دائما نحنا اولاد عساكر وشنوه فغرة شوية يعني ما زي اولاد الملازمين. نحنا في قلب الملازمين. الاشلاك نص الملازمين. دي لي زاعد بيوتنا. لكن دي المرتاحين شديد ونحنا. كم يحذرون منكم يقولون ما تبشع دائما. لا لا هم بحاول يصاحبونا لكن دائما بنا تل اشلاك بيقدم اولاد الملازمين لما نيجونا. من اولاد العباسي عشان ما يضجوه. يعني بالتل اشلاك زي الراجل. خطرة. فكون لم نحضر وين? في قسم المرور. قسم المرور جنبنا في الملازمين باعجاجة. ايو ايو. كان الامام المعزز. لحد لو كده. قاعد في محل له قسم المرور. بنمشي نترصى كده اولاد الاشلاك كله. انا ابواتنا عساكر. ده قسم المرور بتاع عساكر. ناص المرور والشرطة مع واحد. بس بيودوك المرور بيودوك الداخلية بيودوك كده. لكن كل انا واحد وساكنين في حي واحد. في حي واحد او. فبرصونا كده كده في مصطبة كده. تحضر. كل انا شوفها. مرات ما بتقدر تطلع الا هي الاسكار يرفع. تحضر المسلسل. تحضر المسلسل وجوطة وكوراك والتسارك ومستخل حتة كلها. يا سلاك. ونقوم نمشي. والمستجدين ينضب. والبنات يقدم اولاد الاشتاك اولاد الملازمين. يا حياة كان بسيطة وجميلة جمال مبالغ فيها. اكيد الحياة دي كانت سمحة وكانت جميلة. يعني احنا يعني ربنا ان شاء الله سبحانه وتعالى. لكن ما يعني انا قلت لك نحنا فؤرة. لكن بالعكس ما كان ناقصان حاجة. يعني ما انقص من اولاد الملازمين باي شيء واحد نحنا. حتى ندره في مدرسة واحدة بفصل واحد. الزمن داك ما في مدارس خاصة ذاته قصة نحن كلها حكومية. بس بسهر في سندشة الفطور بس. بس. واحد عندنا اسم سجوكة. سجوكة ده بجيب سجوك. انا مرة اطبعش بسكر وموية. وقول لهم دي التحلية. لكن بضرب السجوك. يعني ايه. 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 ذكرت اعمال كثيرة جدا جدا جدا. كانت جميلة الشاهد والباحية. وسكة الخطر. دهبايا. دهبايا. فيها اسماء يعني ارتبطت اسماء في الوقت تقمار الضواحي اسا. اه. اخرا يعني في الفينات كان عمل جميل برضو. انت عارف الاغنية بتاع تقمار الضواحي دي. اخناها محمود عشان. ايوا انتشرت بشكل كبير. بيقى تقمار الضواحي النور. دي دي يعني دي حياة راسقة كده. صح. والاسماء انا طبعا يعني كنت بحضر ضباو. كورناف وعرقل وريس. انا كنت ضابط في المسلسل ده. اول ضابط لي في حياتي وبعد ذاك رادموني. انت عارف اقول لكم كنت ضابط. انا كنت في قولة بزاي. ممكن انت صغيرون يعني وشك واضح لكن بس الصلاة دي حتضرك يا. حتضرك ليش دارة مش ازرع اسا ان شاء الله. انا الحمد لله هو وجيه وشباب. الشباب والله هو وجيه. والله ما في فريق. والله على الله. وحياط الله بس انت وشك هنا وما فوقنا عليه. الاسماء دي الاسماء دي اكيد انك معي علاقة قوية يعني. طبعا. دي عمال انا انا كنت بباري الممثلين في فترة من الفترات عشان يدوني مشهد في مسلسل. انا مش اسم الحمد لله يعني عملت اعمالي المشهور بيها كده. بدايتي كان صعبة. يعني انا ما جيد جلنات الاطفال اي لكن اي رغبتي اشتغل مع الكبار. الكبار دي اللي هنت اشتغل معاونك هي دي امبراطورية عظيمة جدا. والانتاج بانتج التلفزيون بس ما كان فيه زول. اسمو كين دي انتيج ولا غير ولا غير. بعملوا مسلسلين واربع افلام لرمضان دي السابتة. مسلسلين ديل في اسماء معينة في الان تحيى زروق. اه فايزة عمسيب حيات حسين رحم رحم الله. اه سمية عبداللطيف جلال البلال. اسماء رحم الله برضو توفى الله يرحمه. اسماء زي دي كده شباب طاريق علي برضو اكبر منه اللي شغية خالدة في الدهباية. دهباية يا. مم. فدي الاسماء السابتة. انا عشان امسل مع دي المشهد ولا مشهدين. تحنس. حنس شنو يا زول بيرسلني لك فاروق سليمان ده. اود النص لحياة حسين شوف انا صغير عمره اربعتاشر اربعتاشر خمسطير والله ما اكتر من كده. حياة حسين وين وين في السورات ورا. تركب الحافلة. انا سيبدي بيقة امي وصاحبتي في الفترة كلها. لانه انا من زمان بود لها النص. امشي معاها. كان مارجة كده اكون شايل لها حاجاتها. النصوص تقيلة انا اشيل لها. اشانا امسي المشهد او مشهدين في المسلسل. انا قمت طوال لحد سنة الفين اللي جيت من الموضوع ده عامل كده انتفطت. قلت لها انا قد ادعو لك الدوني مشهد مشهد. انا اشتغلت مسلسل اسمه نهر السرب. وانا صغيروني كده قاموا قلليه خلا انت هتشتغل مشهدين. تدقوش الهادى صديق ده بعربية. انا اعرف السوق ذاتك الزمن ده. دوروا العربية والساقة الزول عملوا اللقطة لبرة. جي قاعدوني في العربية قلليه تسوق. اسمه حسنين لاسا بتذكره. تسوق ويعني زيل بالسوق كده هلا عربية مدورة. ياخدوا اللقطة بعد داك عملوا الحادث. ادقوش الهادى صديق. ده في الحلقة الاولى كده. الحلقة الاخيرة. حققوا معي حسنين وما حسنين دقشت وما دقشت. بس جنوي وحال دوري انته. بس المشهدين ديل. بس. ديل تعبت وراه انت عب شديد عشان امثلين. والناس الفي عمري ديل كتار دارين مسلوا المشهدين السمحات ديل. يعني شافوني خلاص انا عبرتة انو مسلت مع الهادس الضيق. اسمع كبيرة اي صح. الاعمال دي اكيد بعداك انت سنة الفين واثنين دي لما ننتجت اول فيلم ليل بس عبدالجبار برضو فيه قصة. انا مصطفى احمد الخليفة كتب ليه شخصية عبدالجبار. اللي هو قايم عليه قصة كلها بيكتب شيكات. وبيهروب يبحث عنه الفيلم كله. امه فايزة عما سيب. والبيكتب الشيكات ده علي مهدي. انا مفروض اكون عبدالجبار. قال ليه لا لا المخرج اسم ميدين نور رحمه الله يتوفر. قال ليه لا 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 عبدالجبار ما انت. قلت لا عبدالجبار وقال ليه عبدالجبار الطيب شعراوي. قلت لا يا زول هي انا منتج الفيلم وده بقروشي انا بغيرك ماذا هي رك. انا عبدالجبار قال ليه والله انت مع عبدالجبار لو اخلي الفيلم انت مع عبدالجبار. زول ده مخلوع وخوافه بتاع شخصية بتشبهها الطيب. قلت لا خلاص هو عبدالجبار انا صاحب. عنده صاحبه كده. يعني معك مع البطل. اه يعني صاحب البطل بطل. قال ليه لا لا عمريا صاحبه امير عبدالله. طبعا ده في رغة الاصدغال. ايه. ثلاثة مضآمر وعسى جبليه فرغة الاصدغال. الفيلم ده حق جيمة حق فرغة الاصدغال. شكله. في النهاية المنتج معي مدير الانتاج اسمه ماجي حسن سليمان. الله يرحمه يخفر ليه واسكنه بسيحة جناتي. اكتر اصحابي. توفى هسا اه يام الحارب دي جاء والتيوه في المصران. وتوفى في الثورة الثلاثة عشر. ما مرق نهايي لانه ماليه دكتور. الله يرحمه. الحارب دي جابت لنا معاسي كتيرة. انا بعد جيت غطر وتوفى. فماجد قال ليه يا كنت ده هو الفيلم. خليه بقى لك رواب. اشتغله. انت اشتغل بعد دك الفيلم يجيب تنتج تاني وتالت ورابع وتعمل افلامك. كنت دي نصيحة كبيرة خلاص. كان نصيحة كويسة جدا وانا وافقتها. اشتغلت في الفيلم ده. رغم ان انا المنتج مشهدين. بساعد علي مهدي ده. بوصل له الرهينة. يكتبوا الشيك. وبعد ذاك يزوق. بس. وانا انتك تلفي. وانا المنتج وانا التعبان وانا قد اطلع من السجن الساجن. اني فيه مشهدين وثلاثة وضرطابة. شاير شنط الليل ونهار. لكن نجح. عبدالجبار الفيح الصاحر. نجح نجح صاحر. ودونا فيه اكبر مبلغ في انتاج التلفزيون. التلفزيون بشتري طبعا. فعلا بعده عملت تمانية وعشرين فيلم. هالسانة بعبدالجبار ده. تسعة وعشرين فيلم انتاجي. والتمانية وعشرين فيلم فعلا بقتل البطل الاول. لانه المؤلف عارف انه البطل دارينه كندي ده. بيكتب علي. انت والنا سمعاي. عرفني تفاصيل. بيكتب علي شخصيتك. بيكتب علي. بقوم مسل الفيلم. ما في زال بقول لا ده ما شخصية. بعدا انت المنتج. انت عندي اي وعندي مكواتب جميل جدا. انا اللي علمتك ده السيناريو. هو معيد برامج في الازاعة اسمه عبدالوهاب حسن الخليفة. عبدالوهاب ده ديته سيناريو. قلت له بس زي ده. وعنده الموهبة والرغبة. كتب لي كمية من الافلام. منها ريشة طاوس. منها شنطة الاحلام. كتير كتير كتب لي زي ستة ولا سبع افلام. لكن ده بيكتب زيك. لو اديت اي مخرج في العالم النص. بيقول لك بشخصية كندي ده يمثلو كندي. كتب لي زي معنا. حتى المسلسلات كنتي زهورك فيها مش كان ما كان كتير شديد كده. ما تابعتني كتير شديد. بطولة انا اشتغلت في الدهباية دور الضابط. بدايتي. ثقة الخطر الضابط. بيقدر يسبزوني في الضابط. طلحت من الموضوع ده بيجيت ما بيحتزر. عن دور الضابط. ايوة جابني يا استاذ عبادي محجوب في حاجة اسمها نمر من ورق مسلسل دور ضابط. قمت قلت له لا لا ما بيش اشتغلو. ضربت لهم تلفون في البيت. عندي ولدي اسم محمود السبكون بيجا كبير. قام محمود ردد لي قلت لي ابوك وينو. تلفون السابق. قال لي ابوي ما فيدت امنو قلت لانا الكندي. قلت لي ضابط الضرابة السودانية. قلت ابو بيقول لي كده. قلت انا الشافع ده بيقول لي ضابط. انا حاسبي كده. عمري كله قلت لي اقاهاي. قلت نبست وقفلت التلفون. جاء عبادي لما قال لي تعالي يشتغل دور الضابط. ابيت. جبت له زول اسمه جمال سنهور يشتغلو. يلا بعد ده قد اشتغلت انتظار ادم مع استاذ حسن كدسة. بطولة دورية الاخو المدعلم. اه بيشتغل في البغالة مع ابو. في النهاية بيهرب من النوم. بمشي الابيض ويقرأ من البداية. ويجي اول اشيادة السودانية. في عرسه كده. العودة الى الارض ودى العمدة. ودى عمدة كبير جدا. اه. صورنا في الغابة في الشمالية. اه الساخر مسل مسلسل العاءة اسمه شنوه? بتاعنا يكان في رمضان الفادة مع دكتور جلال حامد عوشي السبير. اه. عن الهجرة الغير شرعية. دروب العودة. دروب العودة. ايوه بطولتي برضو كنت زوجي ميرفا تزين. ميرفا تزين. ميرفا. عوض عندنا طفيل يموت في الخلاء. ماشي من كندا عشان الولد يحدى. حتى ويعني مجموعة من مسلين وليبيين وكده. وكان جميل جدا موجودة حلغاته ما اكتملت لانو الحريب قامت في الحلقة ثلاثة وعشرين. السبع حلغات الاخيرة صورناه جاهزة لكن مدبست ما شافوه. فاسا قاعد يعيده فيه في السودانية درامة حاجة. انا اسمها سودانيس شنو كده ما عارف في الفيسبوك. بتعيد فيه. بتعيد فيه. طبعا السازة المسألة بتاعت انت اشتغلتها كثير يعني. كثير شديدة. في حالة نديمة انك اشتغلتها. والله ما فيه. ما يعني اكيد بيكون فيه. يا هادي ورايكم بارصة دي يعني. لكن ما اللي بيبدأ صغير بيكبر. لا فيه كبرك كده انت ونجمك بحاجة. انت. اي 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 في حاجة. في واحد كده انا ما عارف ده مخابرات ولا شنو واحد ما عارف جنسيته. لكن جا في السودان بيقى انت جا فلام وقال عايزي عمال غنى. افلام بيجيب قصص. مسلا انا اشتغلتها فيلم واحد. قصة تونسية انو. الزوج ما بيزوج اكتر من زوجة واحدة. او لو ازوج زوجتين. الغانون بيعاغبه. بيقول لك اسمها اسمها الغانون لا يسمح الفيلم. فدا كان فيه جراءة زايدة. وما ده بس. هو جا عمل كمية من الافلام بالطريقة دي. فالزول ده غايت في انها هيطلع حاجة ما ما ياها. ده نديمت على جدا. لانو اشتغلتها كان فيه وباحية وجراءة جدا شديدة. يعني في الفيلم دي بجيب لك المرة بتخل راجلة وراجلة بيجي يلعب القمار في البيت ويشرب والعرقي وصاحبه السوق المرة يخش شباه جوه. وبيتهم بجانة تعريضة كده وبتاع هنا بجيبها في بيت كده ونخش جوه. يعني حاجات ما بتشبهنا كسودانيين. قصص اصلا ما سوداني بيجي يستودنوها بس. وما بتعرف الهدف شنو من الافلام دي. مضع رضت طبعا. طيب في حاجات انحنا عندنا سوابت في السودان يعني عاداتنا وتغاليدنا وشانا ممكن تمنعك انك انت تمسي العادات حاجات ما تشبه. لكن يعني اه ما تحيز بانو الدراما السودانية كده مدعسمة. مكتفة. مناسبة 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 انا اديك حاجة يا سالكندي. يعني بيقول لك يا خانا ولا ما تفرجت الفيزان سودان في اول حاجة لا بيحكي عن واقعنا. ما بيحكي عن شنو ما بيحكي عن شنو. هو بيحكي عن واقعنا. لا بيحكي عن واقعنا يا هدى. المؤدب المحترم البيحترم العادات والتغاليد. النزر التحرر. والفضيلة والخير. طيب النزر التحرر. دا يعني ان التحرر الليلة انو الممنوع مرغوب. مم. ما هسا ظهروا ناس كتار بدون زير كده اسمعون عشان ما يبقوا نجوم. لان انا نجم لو بس. لو ذكرت يا سيمون بنجيمون. بنجيمون. انو معناه طبعا. فتعرف ديل استخدموا الاسلوب الان احنا ممنوع عندنا. ولا ممنوع من حقومة ولا دولة ولا رغابة ولا كده. ممنوع من دواخنة. يعني ما انا عندي بنات انا اسا عندي بيتين ياخ ممكن احييوهم والله حلوين حالا. سرويا وبيدي. واحد وعليسة الكندي الامين. اي صغار شديد. وامنة الكندي الامين. واسر والذي كبيرة والواحد دا اسر الكندي الامين. اللي. قاعدين وينسا. والله في الاراق في الشمالية بلدنا. اسمها الاراق مركز مروي. ربنا ادوهم الصح والعافية عانوا معاي شديد وتعبوا معاي. وهس حاليا بزايدين معانا. انا يمكن جيت هنا. طربطني الطراوة شوية بتاع. لكن هم تعباني شديد. البلد القاسي عليهم. انو تولدوا في ظرف مختلف. ما عاشوا الحياة الصعبة دي. هسا ولدي بيقول لي يا بابا. بنتكلم في التلفون. انا مشيت قبيل رعينا الغنم. كان بيرعي في الغنم. والدحيشة الحقتي الدحيشة التي ما حقتي ما هو الشوالي. خلاص قلب. الدحيشة التي يا بابا. بعد اتلفت كده شكله. بيقول لي لا لا يا ابوي يا ابوي. قلت ليت لابت اقول لي يا ابوي. قل لانا لما اقول يا بابا داي بيقول الولد ده حير حير. حير حير. الحرية ما رجعت. الحرية ما رجعت الناس كلها للعقاب. رجعت الناس. يلا يدوهم العافية. ان شاء الله ونرجح كلنا يا زول. ان شاء الله. ان شاء الله. والله ما في حاجة بتستمر او اي اول عنده اخر. ان شاء الله الاخر يكون قريب ونتلم على عنا. بمناسبة التحرر ده يعني هسا نحنا قاعدنا شاهد كم مهول جدا جدا من تاك الدرامي. السودان. يعني المجهود قبساتي. لكن هل هم دراميين البنتي. هل بتعرف لهم ماضي غير العمال. انا اسا مداير الحاجة دي. انا ما انا ما بجعب عليها. انا بشوف شخصي مسهل بحكم بقول والله مسهل دعي ابني. لكن انتو عندك معاييرك وعندك حاجاتك البيتقيز بها كثير. دي رمضان الثالث. انحنا بنشوف كم هاي جدا جدا من من الدراما في الو في وسائط التواصل في التواصل الاجتماعي. والمشكلة هم جريئين. يعني انا قبل كم يوم عملت حاجة في الفيسبوك مع عمار عمار ابراس. عمار ابراس ايو. فعمار ده صحبي جدا وغنات انغام طبعا والاوائل وكده. الملاعب. ملاعب. مم. فصديق هو خشة معاي في الفيسبوك. قال انه تونس زي وانسي وانستقدي. تونسنا جاب سيرتهم. ممتنا اتكلمت عنهم باريحية يعني. في نفس الو نسا دي تحت واحد بيكتب. بقى ساء لينا اساء مبالغ فيها. مالي انا بلاي لكل الدراميين. طلعنا ناس فاس دين اصلا واخلاقنا كعبة. وقال كلام بازي انا ما بقدر اقوله هاس حاليا. عننا كلنا كدراميين. يعني بدينه غانونيا. لكن ما اشتغلنا به. لانه لو قاعدنا نقاضيه كده. فالناس دي يعني عندهم جرأة كده ما طبيعية. يعني شفت مجتمع الدراميين القى موجودات دي المسلسلات الهسة موجودة دي. بيشبه مجتبع التك توك. التك توك فيه الجراءة دي. فيه الاساءة فيه كلام الجارح بيقوله عادي زي كانو ما حصى الشينا. احنا ما تربينا على كده. فين الناس انتك بيه لما قلتنان بحضر لك من انا طفل. انا يا دوب حسيت بانو انا كبير لانو فيه حاجات زي دي كده ما بقدر اقوله ولا برض ضبيعها ولا بقدر عيش في مجتمعنا. بتمور منا طوالة. ايوة نحنا تربينا على طريقة معينة ما بتقدر. يعني احنا الواحد لو قل لك انا على ابوك ساي. ده بكون بدقوك دق نظيف شديد. لو قل لك ميتينك. ام. تنبس جدودنا وده امواتنا وكده. يعني دي حاجات صعبة. قسا بقوله كلام يا زول والله ده بدخل النار عليك. في التك توك بيقوله بنات. وفي الدراما بتاعاتنا دي البنات عشان يبقوا تريند او الاولاد بيعملوا حاجة خليعة جدا تلفط النظر وممكن يرويجوا بها لعملهم. ده حسا قاعد ده حاصر. ده بحصة في الدراما بتاع الديل. ام. وديل ما دراميهم في نظر يعني. طيب ديل شو انت تحت. انا ما بعرف. زواهر. كله خمسة زي زواهر شديد لانتو تذكر لما. اياما الانغاز. ام. مش كان ظهرت فرق انشاء الديني. مش كله خمسة بيتلموا بيعملوا فرقة. ام. بس ده ده الحاصر. كله خمسة بيتلموا. كله خمسة بيعملوا مسلسل بيعملوا فيلم بيرفعوا في اليوتيوب. بلقوا مشاهدة. ده عالية جدا. في النهاية السنة بيقى جرائم مثلا واحدة قالوا. كتلى راجلة عرست دعامي وضربة طلقة ماتت. ام. الضرامية منو كده ما عارك. ام. عمري ما اسمح ده بيسمه. ولا عمري شفتها بتمثل. ولا عمري مسلت معه او مسلت مع زول غيري انا شفتها. ام. انا الدرامي ده. البيمثل ده البحطبره ممثل. هو طلع خشبتها المسرحة العومي. ام. هو المثل في تلفزيون السودان. ما اي تلفزيون. ده في لجنة نصوص في لجنة مشاهدة وفي حاجة كبيرة. دراما حقيقية. دراما في قسم اسمه قسمة دراما والسيناريو. ام. موجود فيه موظفين. زول مسل في تلفزيون السودان ده ده ممثل. مسل في المسرحة العومي. طيب دوركم انت انت موجود في الرهاب. انا عمينا ما انت المال في النغابة لكن ما جعتنا فرصة. النغابة كوناها وعلناها قبل رمضان بيومين ولا ثلاثة. الحالي بجعت نهاية رمضان. ام. ما كان في فرصة. لكن النغابة لما نرجع. ايوة والله الزواهر دي لانت ده عالج. نحن مام نقدر نحكم الهواء. لكن ما عندهم جمهور قاعد يستمر. اهلاف نبنينا المزألة وندربهم. ام. يعني حتى السيناريو اللي بيارضوا ده يكون عليه رغابة. يعني انت ما تجيب حاجات خليعة تخدش الحياة العام كده. تخدش العقيدة والاخلاق والدين. يعني هسا المسلسة للفاتح كان عنده رواج كبير اسم ما هو. والدلمكة. الدلمكة. ما كان جايب له شيخ كده انه فاسد اخلاقية. حتى لو فيه زي ده في المجتمع. يتوب تجيه بالطريقة المباشرة دي. الدراما بيجمل الواقع. ما بتنقول الواقع زي ما هو. دل ما جملوا الواقع. نقول الواقع ممكن يكون. معاش في رقعة فيها مية نفر بين خمسة ولا عشرة انفار. هم بتجيب. غزو فكري ده. اغزو يا فكري. حاجة مع طبيعية ايو. ممكن يكون واحد فاسد في. والله يسعني انا والله اتفاياته بالكلام ده استاذ انت يعني من الناس الانا كنت يفتكر انه دي محمدة. انه الانتاج كتير والناس شغالة وكثرة. هي محمدة هي ما سيلاحزوا حدين. يعني انه في دراما في ناس بيتنافسوا عشان عميلوا السنة الفات كان في طمانتاشر مسلسة. في تنافس لكن بس شنو العرض كده فيه اشكالية. وانت ما عشان تبقى نجمي تجيب حاجة تسيق بها لروحك تبقى وصمة فيك بمدى العمور. وتقول انا بمثل يعني ما التمثيل ما كده. احنا السنة بشوف يعني مجرسلات. ماذا بي اسماء مشان ما بخش معك في حتاك. حتى هم في الاخراج في مشاكل في التصوير في الاضاعة ما انتو بتعرف الحاجات دي يعني بتجيقى في شكلات. في الصوت في كده بتلقى شغل فني. في مشاهد صوراها بتلافون. طيب في الافلام الجميلة في الافلام الجميلة يعني. هسا فيلم سيتموت في العشرين. ده فيلم عظيم. ده فيلم عظيم يعني ده انتاج. برضو فيه كان يعني خلال بال بال يعني زوج المشاهد كده بيجرحوا في حتات معينة. لكن بطريقة نعمة. بطريقة نعمة وبسيطة. والفيلم ده فيلم جميل جدا. انا حضرته كله في غطر دي. في السودان ما قدرت احضر. في واحد تاني اسم ودا عن جوليا. اي ودا حاليا. هسا ده انت احدث انتاج نفسنا ستموت في العشرين. يعني ده 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 عمل كبير. يعني ده ده بريد اخراج داك وكان مدير انتاج ده. مم. معه كردفاني لهم يعني الفتحية بصراح. هسا الفنانين ذات والدراميين بتلقاهم موجودين دهارين دهارين يعني حتى القدام بتلقى في التيك توك موجودين وبيخشوا لايفات وبيعملوا كده. موجود في التيك توك وبعمل لايفات وكده لكن ما سعيد. لا لكن بتجي ده انت عندك عشرين بتتفرجوك. عاكين شوف. في تيك توك عشرين كيف يا ازا. لا يعني عملتها لايف مسلا. والله العظيم اجل لايف يكون الف الف وشوية. يحضروني. دهيب كويس ما هذا لكن دي لسه عنده الجراءة اللي بيحكي بها. لا يعني. تجي اني جلست? لو والله ما جلست. والله لو جلست. انا واحد. انا لسه هدوم واكي بس. مش نتجي جراء عاملين مسلسل. انا عندك عمل. انا عامل مسلسل. لا انا مش قصدي كده. قصدي في فنانين دهير كبوترين. فنانين. ممثلين. المجال ده كله. المجال الاعلان. هو الله يتكتب ده ما حاجة كعبة. لكن استخدامه سيء. لكن استخدامه سيء. والفهم له مغلوط. والناس الدعم ده عندهم يعني استغفر الله عظيم اله يعني بيمجدوه. والواحد يحافظ على دعمه شديد اول واحدة. وبيكون عنده انه ده ولنعمته. واحد يوم داك في التكتوك فاتح لايف عزيه قالت دايم ده زي ابوك. انت بتنبز ابوك. في ناس بينبزو الدائم. انا متورج يوم مسلسل في رمضان قبار الفات يعني بتفرج فيها بطريقة كويسة كده. بس في زول ما ما حبيته. مسلسل داني. ما حبيته. ما حبيش شخصيته. ما حبيش شخصيته طريقة دهداء. اه. يا حيا ما حاجز زول لليش نختاره. بلن ما في درامي. صح. قال ليه زول للم انتجه. مسلسل. مسلسل. يعني انا انتجت مسلسل. انت انتجت مسلسل. انت انتجت مسلسل. اه انت لو اصلا درامي ودي شغلتك وكده وانتجت عشان تجود حقك انت. انت عملت له كده عرفت الزولة شما? عرفته. ما كنت عارش يعني. ما فيه واحد ذاتك. لا الشخصيات دراك فيه. عملت معه? كتير. والله هنا هم محبين الشغلة. دار الطوع. طيما يزلطون. فيه ناس انتجوا وهما ما بعرف الدراما دي ومثلوا وحبوا القصة دي وحبوا النجومية والشهرة. هما عندها سحر برضه. وماشوا في الشوارع ونادوهم باسماء الدراما المثلوها وكده. فبيقوا يساعدوا فينا انه انتجوا لينا. ونحنا ممثل بجانبهم. لكن فيه ناس كمان انتجوا. وليقوا الشهرة والنجومية وما دايرين حتى الجيلة القديمة يكون موجود معاهم. دايرين هما ويجيبوا ناس عشان ليه? ما بيدهم ولا جيريش. ما بقول لك الجيلة القديمة دا متعسم وما عارف لك شو. ايو هاو حاجة ينظر لي وداير قروش وكده. هم بيجيبوا الاولاد دايل بيدفعوا. انا عرفت انه واحدين بيدفعوا عشان يمثل. يعني هسا انا شوف حضرت حاجة جميلة لاستاذنا الكبير موسى الأمير. يعني في اسمها. دروبة العوضة. لا عائلة مؤسسة. عائلة مؤسسة ايو. يعني هو وشوف الشباب المعاو. شوف الشباب المعاو. شوف الشباب المعاو. ايوة. كلهم خرجين غسر الشباب. الاطفال هاو كلية الموسى والدراما والتراعة. مم. جامعة النيلين كلية التربية والدراما. يعني يعني دا عمل كبير وعمل سمع. ما في زول فيه. فيه بتستفيد منه. بتستفيد منه. داير ناس الدراما الحقيقي. لكن انت ما بتلقى موسى الأمير مع المجموعات الهسة عاملين فيها نجوم. وطلقين ترين دا. ما بتلقى معهم. مم. بحكين اللي جينا موسى الأمير. ولي جينا عو الشيكسيبير. ولي جينا ميرفة الزين. ولي جينا الكندي الأمين. ولي جينا محمود عبداللطيف كاب ومعامنو دكتور جلال حامد في دروبة العودة. مم. وهو بدأ بدأ مع الججر في سكة ضياع. هو كان المنتج وهو كان البطولة معه وأبوه. مم. وكده جاء دروبة العودة جابنا نحنا وقعدنا واخترنا الكعص وكتبنا نص جادي. مم. هنا كان بيجيبولهم مشهد مشهد كده. مم. ويمثلوا. ومرات الكاميرا المصور ما يجي لانه ما تبقرهش يصوروه بالتلفون. بسكة ضياعة. مم. ودروا بالعودة ورينة الدرامة الحقيقية. وكان سعيد بها جدا وطلعت. وليجت رواج كبير جدا. نحنا الحلقة الاولى كان جايبة تزعين الف مشاهدة. حلقة الاولى. يا سلام يا اخي. بعد داك الججر انتباه باشا قاعد لناس بيقولوا يشيروا يبتاعوا يبتاعوا يزاد مننا. لكن لحد ما اخلصه المستسى كان مشاهداته عاجلة. انا اذكرت اسماع بحبها جدا جدا يعني ميرفد انا بحبها جدا جدا عوض الشيك سبير. ميرفده عوضه امام حسن امام هو الاخر. اسرة منتي جدي. اسرة درامية منتي. امام ذاته زوجته ملكة النقلة. ايوة. يعني نزل. ممثلة كان مرات موصل عمير. حياة حياة بيستمدع بحياة ميرفد وشيك سبير شديد خلاصة. انا هي درامية حقيقية. في فيه ناس من من الدراميين الشباب الموجودين في الوقت الحالي. ممكن اجوك يا كندي بيقول لك يا خان احنا نعمل كده واستشيروهم وكده. فيه? والله فيه في بعضهم. لا تنشروا ما بيستشيروك عشان هم توريوا ممثلوا كيف. عشان فيه النهاية يغنعوك تمثل معهم. انا اشتغلت مع واحد قلين تحت اشتغل معانا مسلسل. والله نسيت اسمه بصراحة. حتى الزول ذاته. والمسلسل اضعرض كان في رمضان الفات. مم. قال ليسة حنصور مشاهد انت عندك بيتك حيجي طلبة منك واحد كده. يعني ما في سيناريو زينا. مم. وصف لك الحاجة. قمت قلت له خلاصة هادي حما السيلة وين قال ليه في بيت محمد نعيم ساعد. مم. قلت خلاص مدام الاستاذ في الجسة انا امشي. مم. وشوف الموضوع ده. قال ليه يا كندي بنديك في المشهد مية دولار اغراء كان. انا ممكن اكون في الحلقة مع القمية الدولار. قلت له يا زول الموافق حنصور كم مشهدين قلت يا زول رمضان بروش. مشيت صورت المشهدين ووالله قد ترخيره. ووالي حوالي ميتين دولار بنك قبل ان يجيب في عرق. قلت ده مسلسل رخيب. المشكلة لما مشيت ورمضان جا ومشيت صورت دروبه العودة. والناس ده المشي صوروا في البجراوية وين وين وين. اسمه ضياء والله الولد اذكرته. من العمارات. معه ورؤى محمد نعيمة في المسلسل كان ممثل معه. ما في زون اداني. وانتو قلت ديشني يا ربي الموضوع ده ما نفع. انا الناس ده لكلب تقروش وما نادوني اللي بعد المسلسل ليه ورمضان خلاص قرب. ضربت له. قلت له اسمع انتو ليه ما ناديتوني. قال ليه ما لسه شغالين في البجراوية. قلت له انتو عاصل المسلسل ده حيخلص بتين. قال ليه قربنا لخلص بتين تبقى اربعة مشاهد حقتك. قلت له انا في المسلسل كله شغال ستة مشاهد. قال ليه اي. قلت له المسلسل كم قال ليه تلاتين حلقة. قلت له انتو تعرض وتطول وتمشي البجراوية وتقع من الرملو والجول وانا ستة مشاهد. قال ليه قلت له انا ما بيشتغل معه. ستة مينة دولار دي. ما بيشتغل. ما الوجود لك. لكن الشغل بتاها يقعد عمري كله ستة مشاهد مع اولاد زي ده. بعد انا ما وصلت امرحلة ضيفة الشرف دي. يعني قاعد مصال امير قاعد فلان وقاعد فلان. انا لسه عندي. عندي لسه مستقبل قدامي اكتر. والله كبير. اي والله لسه عندي. اي والله لسه بتنتج وبتدي. يلا قمت قلت له ازول والله انا احطرمك جدا وكده. انا ما بيواصل معك. ممكن تجيب اي زولة الملاك ده. وميتين دولارك دي والله انا برجع عليك. ايسر السليحة حسابة البنكة برجع عليك. كنت قابل دروب العودة هناك. اي عامل لهم انتاج ورعاية. من مكتب الغاية ده العام جايب لهم عشرة مليار. من المخابرات العامة خمسة مليار. ودي كلها عندي فيها خمسطير في المياه. ده غير اجريك ممثل. انا شغال 24 حلقة بموت في الحلقة 24. في يعني ما كنت محتاج قروش. قل لي الا والله يا استاذ ولنا الشرف. وانا فعلا انا متخيل الرؤى كلمتها. قلت له والله ما قلت له. قلت له والله هي ستة مشاهد وديش حدودها الشخصية وكذا وكذا. احترمت جدا. وقال لي والله نحنا لو دائر الاجر كله الستمائة دولار نديك لا ما تمثل معنا. يكفينا انك كنت جزء من التجربة يعني. نشطبنا المشاهد ونجيب غيرك. قلت له جدا. راجل محترم اسمه ضياء. انا بحييوه من هنا. واخذه الكويس جدا. بس المسسل والله اسمه رحلي. معاو حسن كسلا معاهو نسرين مع وروا محمد نعيم ورحاب. طيب قصة الفنان قصة الفنان اللي بيغنيه يوجد ممثل له. ما ياهو انت بتقصد الجيجير يعني هون. ما الجيجير ما مراو يعني في طه اشتغل ممثل. لا يلا لكن طه هذا ما كان مطلوب يعني برضو تكتب له مخصوص. طه ما قصر في المسسل ده مكتوب. اشتغل مسسل ضخم. عام الشخصيتين ودهر حسازة. يعني فيوه شخصيتين. شخصيت فنان وزول. وشخصيت واحد جاي من البلد وكده. وادعموا. ايوه. اجاي من البلد هاي. مسل كويس جدا. وكان ده ضرورة ضرامية. عزة ما فينا السراغي بعلامة. ومين مين المصريين ديلة الفنانين المعروفين ديل. بيمثلوا. قتار جدا. زي حماد اهلال. يعني ما مثلا مغني والشخصيت بتاعت مغني. ما ممكن نجيب ممثل صوت جميل يغنيها لكن ممكن نجيب مغني محبوب ومعروف وعنده علاقة بالدراما يمثلها. لكن بيكون دوره في حدود الوجود ده يعني. طيب في لحزة من اللحظات يا استاذ كان فيه يعني منسمع بيقول يا اخي. اه والله الحكومة موجهة تدي المخرج فلان فلان ده ينتج لانه هو ينتمي لها. والبقية ديل ما في الشيء الحاجة دي كان بتحصل. فيه. ما دا يا مالينغاز يعني. الولاق قبل العطاء. وكان فيه كثيرا. فيه نواات مخصوصة حقة الحكومة معروفة زيتو بزون السودان حق الحكومة يعني. بيجيبوا زولون الدائرين وغنات الشروق حقة الحكومة. بيجيبوا المخرجين عاوزينو. ايوة. لكن الشروق كان بتنتج دراما سمحة. الشروق كان بتنتج دراما سمحة. سمحة مع حكاياة سودانية والمسرحة. ويتقاصد يعني بولد الحكومة يجيبوا اشتغل زمنه مسلا. لا يعني انا بسمع كده ما قاصد شخصهم. بسمع شون انت ما شفت في الشروق. انا لا ما انا باقصد يعني شنو. اس الدولة دي توجهت في حتة معينة. بتدي ناسة صح? انا ما قاصد شخص. يا فتحي الولد ما قاصد ولا ما قاصد. اها انت يعني انت اتوقعت. انا ما قاصد زولي. يلا تمام. اوكي خلاص. انا ما قاصد زولي. وده فنان انا شايف فنان جدا. انا بس انت قاصد معنا اتوا بكر الشيخ. لا ما قاصد او بكر الشيخ. لكن كنموزج. كنموزج. ابو بكر حسبها شاء الله وتبارك الله بيعمل حضر دكتوراه ورجل مميز جدا. وشاطر وخريج كله تلمسه ودراما ودي مهنته. وفنان جدا. وتمرس وبيغازول ممتاز جدا. انا اخرج لي اجمل افلام اسم رشاد طاوس. اخرج او بكر الشيخ. مم. فابو بكر فنان شديد لكن فعلا يعني انتماء ويمكن هو. ويد. ويد. يعني في الغنوات بتاعتهم. لكن انتج يعني. انتج. وبعدين كان قدر المزولية الوجهة له يعني. احسن ما يجيب لك زول ما عنده علاقة لكن عنده ولاء للجهة الحاكمة. ما حي يخليك تمسك. ما حان ما بعمل اي شي ده زاده. طيب المشاركات الخارية كنت جربت انه قسلت في عمل. مسلت كتير مسلت مع استاذنا نجدة انزور فيلم مسلسل كامل اسمه اخر الفرسان. مسلنا في وانا وها لاغة. استاذنا والصديق رحمه الله. استاذ احمد اسماعيل ربنا يطول عمره. انا كنت ود عمدة كده بيجي يفتشوا عن جوهرة اسمها جوهرة ابن سلمان. تقى بيقالوا هي موجودة في السبالوقة. شلالة السابق او في البطانة. بيجوا يفتشوا عنها بيلقول ان احنا ود العمدة وانا بمشي معاون. بنختص في بحر البطانة وبطلع الجوهرات ديالي يا سلام. كده يعني حي جميلة خلاص. كان السودان عنده زي كم وعشرين مشهد. يا هون العملنا وانا احنا الاربعة. ارتب برضو. هم لفوا كل العالم العربي. كفير يعني في ارتباط بينك وبين هالة. هالة دي صديقة شديد يعني. هالاغة دي. مسلته كثير جدا 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 مع بعض. خالص. كثير شديد. اي انتاج انتجتو انا هالة بتكون البطلة فيه معنا. يا سلام. متى يعود معاي هالة. فيزا معاي هالة. آآ داس آخر الفورسان هالة. كمية كبيرة من الافلام والمسسلات الدهباية دي جابتني انا هالة. 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 هي البطلة هالدة هباية. ايوه. بالجميلة كده. كان اول مسلسلها. جابتني انا اشتغل دور الضابط. يعني توسطت لي. وين هالس هي من الدور بداع لله. وين الدور معا. الزولة دي وين ما الدور. الزولة دي وين. دورة وين يعني في الدراما. اي ما في ذاته اصلا ما معروف وين. هالة ديت نغبت كده وبقت نبط صافية وبعد شوي خلت الدراما. قطعت على غطب الوسط نهائي. واختفت. الناس يقولوا في امريكا والناس يقولوا في الامارات. لكن هي وين ما بعرف. قبل يا جل حاية خمسة سنين او اربعة سنين. برابط لي تلفون قطعت لي مبارح يا كنت اقلمت بك. وانت يا كنت اكتر زول كنت جريب مني. وما شفت منك اللي كله خوة وخير وطيبة وحب. ففعلا انا كنت اخوها جديد كده. يعني هالة دي انا وهي ايام بنصور معناسنا اي داد انزور في البطانة والسبولوغة والله العظيم. في بيتهم بنرقد في برندة لابرة عشان بيجوون خمسة صباحا يسوقون بالعربية. ده سرير هالة وده سرير ابنكم اتونس ليه خمسة صباحا. والله يوم ما فكرت انه هالة دي انسة وانا رجل. ولا انا هي فكرت كنت رجل وهي انسة. كنا اقرب اخوان زي زي رياب اخوة. انا كنت اخوها. ايه خسارة والله للدرامو السودانية. والله خسارة كبيرة شديد. ايه والله. ممثلة مكتملة. خالص. وانسانك سوي مكتمل. والله الدهباية. والله الدهباية دي. والله بتشبه شفت الريف وبيئة الريف دي رغم شكلها المودران الراغدة لكن هي زولة جواها ريفية شديدة. انا مشينا مع ابقابورة عملنا مسرحية اسمها الباش مهندس واصل. انا الباش مهندس ويخواجية كان اسمها مريا بجيبها معاي من اوروبا. لفينا الشمالية دي غرية غرية. لما مشينا غريتنا زات العراك. وهالا كان بيقت يعني نصل العراك. اي غرية نمشي. نمرك منا تاني يوم بيمرك والدعاء بالدموع والبكة. نسوار رجال. والله فاقدي للدراما. فاقدي كبير. زولة بتعرف تدع عمل مع البشرية اخي. وبعدين الكاميرا بتحبها شديد. شديد. زولة جميلة. جميلة. ربنا اديه الصحة والعافية من هنا نحن نحيا. نحيا شديد والله يقول له هالا يا اخي والله اينما كنت ربنا يكرمك. يا سلام. ويديك الصحة والعافية. وما نسيتك وما نسيتها الايام الجميلة في حياتنا. وان شاء الله ربنا اذا عندك اطفال واولاد يحفظهم يخليهم لك. واذا متزوجة يكرمك في زواجك. ان شاء الله. ان شاء الله. العمل ده بيستمتع بيه وبتابعوا الليلة وبقنات سنة عندي حلقات قديمة في التلفزيون في محطة اللي اشتغلتها لحد يوم اللي بحضرها تكون حابية حابية جدا جدا بلغم انه كنت ديشن وما بعرف لقى بشت السودان دي بس لكن الليلة بجي مالبدايات دايما جميلة بيستمتع بيه العمل اللي انت يعني بتفتخر بيه في حياته بحبه جدا زريبة العيش فيلمي اسمه زريبة العيش اخراج قاسم بزيت تأليف ضفع الله حامد معي فيه ياخد بتاع سعادة وعنقال لو سمحت بهو بيحضروا الناس الجزيرة ديال بيحبوحوا بشديد خلال انه بيت اشتغلت في زريبة العيش وابوها مات وفي واحد اسمه عنقال دار عارس ده صالح عبدالقادر وانا الطيب كنت مربيني ابوها من صغير وبتاع موصيني عليهم بيعملوهم جريمة كده بيحرقوا الحاجات في الزريبة احد دكان ابوها وبيموت فيلم جميل موجود في اليوتيوب اتمنى احضروا ريش زريبة العيش فيلم ده انا باحضروا عشرين مرة ما بميلو بيجانبو برضو باحضر ريش الطاوس بعجيبني شديد الاخرى جليه وبكر الشيه ده بيستمتع بيوناس كل يوم عندكم النات مجاني طبعا هنا استمتع بس بجيبي الله كل مرة قلب الصورة ما تافض معه كده دقيقتين بس يعني هنا لو لو في بيئة يعني بلد ما شاء الله تبارك الله فيها بيئة بيئة انتاج سمحة صالحة للانتاج الدراما فيها فيها صورة بصرية جميلة صورة جميلة ايو البلد دي حلوة شديد لو عايز البيئة البسيطة لنا تلقاها لو عايز الفخامة تلقاها ما شاء الله يعني بلد متطورة واتطورت بشكلي كبير جدا من قبل كاسا العالم بشوية يعني طيب منو من الشباب اللو يعني بتشوف انه ممكن يكون عنده مستقبل كبير في الدراما موجودين في دكتر حالي بيشتغلو كله والله في في كتار شباب ممتازين يعني بكري فيصل ده مشخصاتي جيد جدا بكري فيصل جبريل ايو فده فنان والله وبحب الفنون جدا وهو مبدع والله يعني انا بتوقع له مستقبل كبير جميل اه تاني في في ضيل طبعا هو دفعتنا يعني وكذا لكن ماشي كويس يعني اه هو ادهج مدرسة معينة ايوه بس دار اقول لك انه بيقى نمطي كده نمطي شديد لو طلع شوية كده يكون كويس يعني بس مرة واحدة خلي عمل لحلغة انه زول عادي كده ما هو جميل جميل مش كده نشوف بيقدر عملها والله هنا برضو انا بستمتح ببيرنعطاه ربيع فنان لكن ربيع برضو شنو تحس بهو بحب الارتجال اكتر من الاتزام بالنص امم يعني ناس عنده وضزلة ضيبة تحس به ارتجال كل ارتجال اه كل ارتجال فربيع ممتدر تقبضوه لكن هو ممتع والله ممتع والله عوالشيك سيبيل سيبيل عوالشيك سيبيل ايوه ادهل ناس كوميديا يعني راقية وجميلة ولطيفة ايوه والله يتمنى انه القرامة تعود تنين ما كانت ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله دي مسالة شنو كده كيف يا اخ دي نجمة كبيرة لاندها ضربة هنا يا سلام يا اخ يا سلام يا اخ زي ضربة ضيط بمناسبة ايه عندها نفسها نفس ضربة ضيط لكني بالجنبة شوية يا سلام ام يا اخ والله يستمدع بها جديد انا ناس عندها حاجة بتاحت البتال بايرة دي في اليوتيوب موجودة كتير اسمها فاطنة تحرير فاطنة تحرير ايه والله رايع رايع يا اخي رايع وهاده هنا التيمة اللي بيشتغل مع مختار مختار بخيت كلهم دي الممثلين دي المحترفين كلهم محترفين والله دي بيذكروك السودان جد لما انت كنت تتفرج فيه ايوه وحقيقي دي الدراما اللي بنعرف ايو والله العظيم يعني زمان بنكون من لوكيشن ل لوكيشن بنشتغل مع دوم مع دوم مع دا والدراما مدورة اللي ولادها هسا مسيطرين على الدراما دي وغسما بالله بيجنبة الشارع اللي بنصور فيه مكان بيجو مرين فجأة ليه ما عارف اختاروا الدراما ولا ايه بيجو منافسي كارين نجومية نازل ببحث عن نجومية هي سهلة بقت النجومية يعني ممكن تعمل عمل كده في اليوتيوب يضرب يا اخي بكرة لو اشتغلت لك انت حياة كده بكرة بتبقى انت تريند وخلاص تبقى صح صح لكن ما برضو فيه حاجات راسخة وموجودة ما بتتغير دي 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 والله يا اخنا يعني جد ونستبدل الليلة معاك دي كانت جميلة جدا جدا والله انا سعيد بها شديد وانت ذات الشخصية في طويلة لا خلاص انت هنا ما مملصة والله يا انت ذاتك ما ممل انا ما وجيهها انا والله شكرا لك كثير اتمنى انه تعود دراماتنا السودانية انت الساهم فيه بشكل كبير ان شاء الله ان شاء الله لفترة جاية شكرا لك كثير تسلم والله يا اخي انا سعيد بك جدا سعيد بفتحي بربري وسعيد بالبودكاست ده وان شاء الله يعني نوعد الناس انه لقدام نعمل حاجة اكبر دي ما ونسا فرشة كده وان شاء الله هتجا يكون اجمل والله يكون الناس جميلة في رمال الله كان في القرطوم ساكن جمعنا في الناس جميل خلاس جميل فنان وغنائي ايوه شكرا كثير يا تستاذ تسلم يا حبيبي الله يكريمك يا اخي دي كانت ونسيتنا مع الكندي الامينة الرجل الجميل جدا جدا ونسا كانت متعة لكن يعني اي حاجة سمحة بتنتهي السريع اكيد حنلتقي في بودكاست اخر وفي حلقة جديدة مع ضيف مختلفة في امان الله سويت علاني لغناي يا مستحق الغناي اوه يا امنياتي وهواي ما لا سواك المنا اوه بختارك انتو كفاي مهما خطاي ملتاك شافت سواك امكنا بلدي بحبك شديد بلدي بحبك انا